المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اصدر حصيلته الرسمية للمعارك الدائرة على جبهات القتال في منطقة عفرين السورية ضد جيش الاحتلال التركي والتي تشهد تصعيدا على مختلف جبهاتها فعلى جبهة معبطل وفي عملية رصد نوعية استهدفت قوات سوريا الديمقراطية تحركا لدبابة معادية ودمرتها تدميرا كاملا ومقتل من فيها وذلك في قرية معملة في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم السبت يأتي هذا فيما اطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء قريتي خليل والكان ليلة امس لحماية جنودها من الرعب الذي يعيشونه حيث كانت هناك اشتباكات عنيفة في محيط القريتين بينما تشهد جبهة شراء استهدافا عنيفا بالمدفعية التابعة للمحتل وطيرانه الحربي لقرية عرب ويران كما استخدم المحتل الصواريخ فيما بعد توسع نطاق القصف من نفس المحور ليشمل قرى ديكمداش بافلون واستمر القصف لساعات يأتي هذا فيما تعرض جبهة بلبلة وعلى وجه الخصوص قريتي خرازة لقصف عنيف بالسلاح الثقيل في الساعة العاشرة مساء من ليل امس كما نشبت اشتباكات عنيفة بين القوات الديمقراطية المدافعة عن المنطقة وجيش الاحتلال التركي بمساندة ميليشيات مدعومة من قبله في قرية عبدان فيما نفذ طيران المحتل ست غارات على القرية وفي هذه الاشتباكات تكبد العدو خسائر كبيرة في الارواح بحسب البيان كما عاودت قوات الاحتلال محاولة التقدم مرة اخرى باتجاه الشخروزة حيث تصدت لهم القوات الديمقراطية نشبت على اثر ذلك اشتباكات عنيفة تخلى لها قصف جوي بالطيران الحربي استمر حتى الساعة الصباح وفي السياق ذاته تعرضت بلدة جنديرس والقرى المحيطة بها لقصف عشوائي بالسلاح الثقيل كما كانت قرى خط المواجهة حتى قرية حمام هدفا لوحشية الاحتلال من خلال هذا القصف بالتزام فقد حاول المحتل التقدم من محور تلة قازقلي تلة الشهيد سيدو الا ان القوات الديمقراطية اشتبكت معهم وردتهم على اعقابهم اما في كوباني فقد استهدف حرس الحدود التركي السيارات المدنية العابرة ليلة امس في قرية سوسك غربيت الابيض والحقت اصابات بتلك السيارات مما دفع بقوات سوريا الديمقراطية للتدخل والرد على مصاطر النيران ونشبت اثرها اشتباكات باسلحة الدوشكا بين القوات الديمقراطية وقوات حرس الحدود التركي بحسب البيان